قالت شبكة سيئن أن الأمريكية عن مصدر قوله أن خطة إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني جاهزة ويتوقع تنفيذها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقالت سيئن أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا للولايات المتحدة على أن الضرة الانتقابية ستكون محدودة وستستهدف مواقع عسكرية فقط وليس منشأة نفطية أو نووية وفق الشبكة الأمريكية في وقت سابق ذكرت صحيفة يدعوت أحرنت أن إسرائيل أكدت للإدارة الأمريكية أن ردها على الهجوم الصاروخي البلستي الإيراني لا يستهدف المنشآت النفطية والنووية لتهران أضافت الصحيفة أن هذه الضمانات لا تتعلق بالهجمات المستقبلية لافتة إلى أن رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو سيجري مشاورات محدودة لجمعة بشأن الرد أضافت يدعوت أحرنت أن نتنياهو لم يقرر نهائيا حجم ونوع الرد الذي يمكن أيك أن يكون واسع النطاق قد تقود لتبادل الضربات بين الطرفين